اشتركوا في القناة في نشرة الثامنة من الموريتانية والبداية بأبرز العناوين وسير الشؤون الخارجية والتعاون يمكن باجتماع لمجلس الجامعة العربية أن دعم القضية الفلسطينية ومثل أحد ذوابت السياسة الخارجية الموريتانية المتحف الوطني يحتضن أشغال ندوة ثقافية حول أيام البيت الولاة في نوكشوط وتتابعون في ملف النشرة العالم الوطني عندما تكتمل السياسة أهلا بكم وبداية النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز حيث وجه سيادته برقية تهنية إلى فخامة السيد روشمارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينفاسو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني وأكد رئيس الجمهورية لنظيره البوركينبي حرص بلادنا على تعزيز علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين وصل رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز الليلة البارحة إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية حول المناخ وفي اجتماع رفيع المستوى حول الساحل وترافق رئيس الجمهورية في هذا السفر سيدة الأولى مريم منتحمد الملاقبة التكبر ووفد هام يطم على الخصوص السادة جلو ممد باتيا وزير الدفاع الوطني أميدي كاميرا وزير البيت وتنمية المستدامة أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية عيشته من تمحي حمسة فيرة موريتانيا لدى فرنسا الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة أكد وزير الشوري الخارجية والتعاون أمسي بالقاهرة باجتباع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته غير العادية أن دعم القضية الفلسطينية يمثل أحد ذوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وأوضح في هذا الصدد أن بلادنا بادرت بالتعبير عن شجبها المضلق وإدانتها التامة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصبة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تلبيب إلى القدس الشريف اسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر وكامل الامتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين الشقيقتين على مبادرتهما بالدعوة لانعقاد هذه الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية لبحث التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تلبيب إلى القدس الشريف وأود هنا أن أعبر عن تذمين موريتانيا للجهود الحذيذة التي اطلعت فيها الأمان العام لجامعتنا في إطار التحرك ضد هذا القرار الجايد أصحاب السمو والمعالي يمثل دعم القضية الفلسطينية أحدى ذوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وفي هذا السياق بادرت موريتانيا بالتعبير عن شجبها المطلق وإدانتها التامة للقرار الأمريكي مبرزة تناقضه مع قرارات مجلس المدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المواذق الدولية ذات الصينة ومن شأن هذا القرار المتحيز أن يزيد الأمور تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد بؤرة توتر متعددة كما من شأنه تقويض جهود المنظومة الدولية الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية القضية الأولى للعربي والمسلمين ومحب السلام في العالم ولا أدل على ذلك من نقاشات مجلس الأمن أمس وعديد التظاهرات عبر العالم وتؤكد موريتانيا هنا على الخطورة البالغة لمثل هذا القرار على الأمن والسلم العالمي أصحاب السمو والمعالي لقد كان حريا بالولايات المتحدة الأمريكية العطوى الدائم في مجلس الأمن الدولي ودولة المقر بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة أن تلتزم بموقف الوسيط المنصف في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين طبقا لمسؤولياتها العالمية وصونا لمبادئ الحق والعدل والحرية كما كان حريا بهذه الدولة المؤثرة أن لا تقدم على قرار من شأنه سكبر زيت على النار وتشجيع ثقافة التنافر والصراع من شيء الذي يصب في مصلحة المتطرفين عبر العالم أصحاب السمو والمعالي إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتطلع إلى أن يخرج اجتماعنا هذا بموقف عربي موحد وحازم لمواجهة التداعيات الخطيرة للقرار لأمريكي الأخير وبقرارات وإجراءات عملية لكسب المزيد من الدعم الدولي دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية وتتعاهد موريتانيا بالعمل على التنفيذ الفعلي لكل ما سيصطر عن اجتماعنا الحالي وذلك انسجاما مع مواقفها الثابتة من القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية أشكركم والسلام عليكم انطلقت اليوم بقاعة المتحف الوطني في نواكشوط شغال ندوة ثقافية دولية حول أيام البيت الولاة في نواكشوط بتنظيم من مركز البحث والدراسات الولاة ويشمل برنامج هذه الندوة التي يلعشها باحثون ومندسون في الفن المعماري وشخصيات علمية تقديم محاضرات حول تاريخ هذه المدينة وإشعاعها المعرفي الذي ساهم في ترصيخ جذور النهضة الثقافية في البلاد وزير الثقافة وصناعات تغليدية الناتق الرسمي باسم الحكومة يقطع الشريط الرمزي إذن بانطلاق فعاليات التلاهورة الثقافية الدولية المنظمة من طرف مركز البحث والدراسات الولاة تحت شعار ولا تتوفي نواكشوط أيام البيت الولاة التظاهرة التي تدعى لها باحثنا ومهندسنا معمارينا وشخصيات علمية دولية ووطنية معروفة ستسلط الأضواء الكاشفة خلال أربعة أيام على مدينة ولاة التاريخية التي تم اختيارها العام 96-911 من طرف المنظمة العالمية للتربية وثقافة والغلوم كتراد عالمي إن تنظيم هذه التلاهورة من قبل مركز البحث والدراسات الولاة يأتي في وقت تتسارع فيه وترث التنمية الثقافية في بلادنا بشكل ملحوب تجسيدا للتوجيهة السامية لفخامة رئيس الشمهورية السيد محمد العبد العزيز فقد اختتمنا قبل يومين النسخة السابعة لمهرجان المدن القديمة المنظمة في تشيد حيث أشرف فخامته على عدد هام من العنشطة الثقافية وأكد في خطابه الافتتاحي أن المدن القديمة شاهد على حقبة ازدهار عرفتها بلادنا مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه المدن والدفع بالتنمية فيها وأن نجعلها أقطاب شذب للباحثين تلاهورته ستستنطق مكونات البيت الولاتي ووظائفه لتبرز أوجها الإبداع والتمييز الخاصة في هذا البيت قصة هذا الحدث قصة إنسانية بامتياز حبكت فصولها مسيرة مدينة ولاة التاريخية بتراكماتها المتتالية المفعمة بالعطاء المتصل والمتنوع الذي جسد نموذجا فريدا لسيادة قيم الحوار والتبادل والتلاقح الإنسانية لقد أنجبت هذه المدينة أجيالا من العظماء خلفوا للثقافة الإنسانية آثارا باقية في مجالات العلم والحكمة والابتكار منهم كوكبة من العلماء والمربين الذين أنتجون فائس نادرة في شتى العلوم ونشروا المعارف في كل آفاء خلالها اليوم الاستتاح لهذه التلاهورة الثقافية الدولية أجمع المتدخلون من باحثنا ومهندسنا وشخصيات مرجعية دولية ووطنية على أهمية هذه التلاهورة في برازي لشاعي العلمي والمعرفي لمدينة ولاة والدور الرياضي الذي لعبته في منظمة التراث العالمي أيام البيت الولاتي ستشهد إضافة للمحاضرات والندوات المفتوحة تنظيم معرض في المتحف الوطني يرصد واقع الفن المعماري الولاتي وآخر في المعهد الفرنسي عن الآثار الولاتية ما بين المتحف الأثنغرافي لنشاتيل بسويسرا ونواكشوت إضافة إلى تنظيم أنشطة فنية ولاتية مختلفة وتقديم نماذج من الباب الولاتي والزخرفة الولاتية البديعة في طار الفعاليات المخلدة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها في نواكشوت ورشة فنية عرضت خلالها تجربة اللجنة في مجال تطوير حقوق الإنسان في بلادنا وأتلقى المشاركون في الورشة عروضا تضمنت مراحل تطور حقوق الإنسان في العالم وآمد ملاءمة القوانين الوطنية لمضامين الإعلام العالمي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان يخلد في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تناقش تطور حقوق الإنسان في موريتانيا ومدام لأمتها مع النصوص الوطنية عدة عروض تلقاها المشاركون شملت تاريخ حقوق الإنسان بدءا من الماقنا كارتا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العشر من ديسمبر عام 1948 لجنة وانشئت سنة 2006 بالامر القانون 015-2006 تم تعديله 011-2010 استقبلت آلاف آلاف الشكايات غير فيهم من سنة 2016 في نظام خاص نظام رقمي هو من رأسه خاص باستقبال الشكايات نستقبل سواء كانت شكايات في مجال الأقاري سواء كانت في النزاعات الأسرية سواء كانت في النزاعات عمالية مهما كانت طبيعة الشكاية اللجنة تستقبلها وتشوفها مع الجهات المعنية حتى أنها تجبع لحل هناك طريق أيضا لحل الشكايات وهناك فريق مضرب هو من رأسه من مكتب هوريدوكس مكتب عالمي متخصص في إعداد المكونين موريتانيا المضمنة ديباجة دستورها الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترجمت ذلك بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى آليات استشارية أخرى تضم اللجنة سبعة وعشرين عضوا وتعمل على احترام حقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني في مقدمة مهام اللجنة ترسيخ حماية الطفولة ومحاربة التشغيل القسري إضافة إلى الوقوف في وجه الممارسات الضر بالمرأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي يمثل أساس شرعة دولية لحقوق الإنسان ومثلينه مجموعة من الفعاليات وتتناول مواضيع ذات الصيلة بحقوق الإنسان منها مثلا على سبيل المثال وضعية موريتانيا اتجاه اتفاقيات الدولية النظمة لحقوق الإنسان ومدى الالتزام الواضح للدولة الموريتانية والحكومة الموريتانية بهذه الاتفاقيات سبعون عاما تمضي والعالم في سيره الحثيث نحو ترسيخ قيم حقوق الإنسان بين المجتمعات قطعت الأمم في سبيل ذلك عدة مراحل بدأت بالحق في الحياة وانتهت إلى الحق في الرفاه كل هذه الجهود تنشد إبراز قيمة الإنسان واننأي بها عن الانتهاك نشرتنا متواصلة وفي بلفها تتابعون العلم الوطني عندما تكتمل الصورة أطلقت جمعية النور للتنمية والعمل الاجتماعي مساء أمس بنو أكشوط النسخة الثانية من المهرجان المديحي بسم الله لينم باح وقد تخللت هذه الأمسية وصلاة وأناشيد مديحية قدمتها مجموعات من الفرق المشاركة في المهرجان بالإضافة إلى مداخلات للقائمين على التظاهرة التي يدخل تنظيمها احتفاءا بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام نظمت مجموعة من أفراد الجالية الفلسطينية في بلادنا مساء أمس بمقر السفارة الفلسطينية بنو أكشوط تظاهرة احتجاجها على القرار الأمريكي القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وأكدت المتحدثة باسم الجالية تبسك الشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة للفلسطينيين والعرب والمسلمين بشكل عام ومن الانشطة الرياضية في هذه النشرة تتمت اليوم بالعاصمة المنافسات الرياضية المندرجة ضمن الأيام الأولمبية التي تنظمها اللجلة الوطنية الأولمبية والرياضية بدعم من التضامن الأولمبي لصالح عدد من تلامذة مدارس الأحياء الشعبية في نو أكشوط وأقد عرف اختتام المنافسات الرياضية تقديم مجموعة من العروض في رياضات كرة القدم والالعاب القتالية إضافة إلى تسليم شوائز للفائزين وما قبل الأخير من الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية بدعم من التضامن الأولمبي وذلك لصالح 30 ترميدا من تلامذة بعض المؤسسات التعليمية النظامية والخصوصية بأحياء شعبية في العاصمة نو أكشوط اليوم الرابع تميز بإشراء المنافسات الختامية للانشطة والتظاهرات الرياضية المندرجة ضمن هذه الأيام فعلى مستوى كرة القدم كانت تنفس على شده بين فريق المميزين ونظيره فريق المبدعين انتهى بفوز المميزين بنتيجة هدفين مقابل هدف وعلى مستوى لعاب الرياضية القتالية عاملات الأندية والغرق الناشطة بهذه الألعاب على مستوى العاصمة على إظهار قدرات ومهارات ممارسها عبر عرض فنية متخصصة على مستوى رياضات التكواندو الكاراتي ورياضة المصارع التغليدية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبيا والرياضية دكتور محمد محمد لما قدم في ختام هذه المنافسات الجوائز للفريقين المتفوقين على مستوى كرة القدم اللجنة المنظمة لهذه الأيام أحيط الليلة البارحة السهرة تامة قبل الأخيرة من السهرات التربيهية وتربوية التي تعدها كل ليلة لصالح تلامذة المشاركين بهذه الأيام الأولمبيا أصبح العالم الوطني يحمل بعدا رمزيا يعكس الاهتمام بالتضحيات الجسام التي بذلها كل مواطن سقط في ساحة الشرف دفاعا عن وطننا الغالي ندعوكم لمتابعة الملف التالي الذي يستعرض أهمية الإضافات التي حصلت على عالمنا الوطني بشكل مفصل العالم الوطني رمز من رموز الدولة وركن من أركان سيادتها حامل أمجادها وعاكس خلفياتها وفيه تتجلى قيمها ولأن الدولة لا تقوم ولا تستقيم بدون تضحيات أبنائها تلك التضحيات التي يستحق أصحابها التخليد في تاريخ الدول ورموزها عبر الأجيال وهو أمر تجسد في العالم الوطني لجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد التحسينات التي أجريت عليه بإضافة خطين أحمرين تخليدا لدماء شهداء المقاومة الوطنية ضد الاستعمار وشهداء القوات المسلحة الوطنية خطوة تم اقتراحها خلال حوار وطني شامل بين الفرقاء السياسيين وتم إقرارها بناء على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في شهر أغسطس من العام الجاري وتمت المصادقة عليها من طرف الجمعية الوطنية خلال الدورة البرلمانية الحالية متمثلة في مشروع القانون رقم 1737 المتضمن وصف علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتوضيح دلالاته ومعانيه قضور البعد الرمزي لتكريم وتخليد رجال المقاومة الوطنية الذين سالت دماؤهم في سبيل تحرير الوطن من المستعمر بتجسيدها في العالم الوطني أمر لقي ارتياحا من المهتمين بشأن المقاومة الوطنية عالم رمز كما أن اسم البلاد أيضا رمز هو يمثل الدولة الموريتانية وهو بالغ الأهمية لأنه يحتل هذه المكانة باعتباره رمزا أساسيا من رمز الدولة ولا بد لهذا العالم أن يعكس روح الأمة الموريتانية الأمة الموريتانية روحها روح المقاومة روح الجهاد ضد الغزو الأجنبي المحتل الأجنبي وبطبيعة الحال يجب أن نعكس هذا الرمز الذي هو العالم هذه التضحيات تضحيات هؤلاء الأباء الذين سقطوا شهداء من أجل هذه الأرض سواء كانوا أمراء سواء كانوا علماء سواء كانوا مواطنين عادين يجب أن نعكس هذا العالم تضحياتهم ودماعهم الحمراء التي سألت فوق هذه الأرض وهذا ما اتبه إليه بخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز فأعلن قراره بتحسين العالم الوطني وأن يتضمن هذا العالم خطين أحمرين يجسدان تضحيات أبطال المقاومة الوطنية وجنود القوات المسلحة وتحضيرا لإخراج العالم في شكله الجديد تم إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لتكتمل الترتيبات العملية لإنتاج وتصميم العالم الوطني بتحسيناته الجديدة ليتم رفعه في الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني قبل أيام رأيي في العالم هو رأي إيجابي لأن العالم الوطني يرمس لأهمية التضحيات أبناء موريتاني اللي ماتوا في سبيل الدفاع عند الوطن ولأن إضافة الشريطين والتعديل عليه بإضافة الشريطين هذا اللي يخدم الشحنة الوطنية ويخدم مثلا آفاق التضحية في المستقبل الجاي لأن الشهداء عندهم الحق لو لا هم قاعدوا وصلنا يقول لي دابعوا منهم بالقلب يقول دابعوا منهم بالرصاص يقول دابعوا بواجيل وهذا أساسي وحقنا وتاريخنا ويذكر في وشكر العالم نحنا زي جسدنا زي عندنا قاعد ذلك الخطوط الحمراء اللي ندارتروا ومعروفهم اللي ومقاسة ما هي لا خطوط مجورة هكذا شروطة ما معروف كم قادرها كان هكذا كبير مقاسم مضبوط حتى وتمثلنا ويمثل فيها جميع بناء المقاومة اللي توفاوا دفاعا للوطن ما فيه ملوك اللي توفاوا دفاعا للوطن زمن الاستقلال وما فيه ملوك اللي قاوموا المستعمر شكر فخامة رئيس الجمهورية والنظام الحالي على تخليده لأبطال المقاومة الوطنية الموريتانية في العالم الجديد كان عالم وطني لكن في الحقيقة ينقص شوي ما كان فيه تخليد للمقاومة والآن نضافل الشريطين الأحمرين كرمزية الدماء الشهداء التي سقطت على هذه الأرض الطيبة أعتقد أن ما يعطي الاعتبار للدماء التي سالت في سبيل قضية الوطن هو أمر يستحق الإشادة وبطبيعة الحال ينبغي على جميع الموريتانيين اليوم أن يفخروا بعالمهم الجديد مناسبة أكسة الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني طبعا خاصا هذا العام نحن الشعب الموريتاني مناسبة لقراءة 50 لإستقلال وطني هذا الاستقلال المتميز لميز عدة محاطات ستبقى إن شاء الله خالدة في التاريخ ومن أهمها هو ظهور عالم موريتاني جديد يعطي لوحة حقيقية ويعتره بالجميل الدماء الشهداء اللي ارتوات بها هذه الأرض المباركة من أجل أن أبنائها يعيشوا في أمن وسلام واستقرار وهذا الحدث بالنسبة لنا محل إشادة نذمنها بمناسبة قلول عيد الاستقلال الأول الذي يتم فيه عزف النشيد الوطني الذي بإرادة أبناء الشعب الموريتاني ويتم فيه رفع العالم الجديد الذي أيضا تمخض عن حوار بين أبناء الشعب الموريتاني فلنحيي جميعا هذا الحدث المهم ونعترف جميعا بأنه حدث جاء نتيجة إرادة أبناء الشعب الموريتاني بهذا العالم الجديد الذي يمثل دماء الشهداء وهذا النشيد الوطني الجديد الذي يستشعر فيه المواطن ضرورة تضحية من أجل هذا الوطن يمكننا القول بأن اليوم عهد جديد أنا رأيك باقي الموريتانيين هذا العالم قطعا من أي دون مرتاح لو كونه لا يرتفعوا مجسدة فيه المقاومة أو خلقوا ملي زرق الأغلبية زرقة لي وأنا بعد مرتاح كباقي الموريتانيين كاملين وبرفع العالم الوطني بشكله الجديد تكتمل الصورة بتذمين التطحيات وتخليد دناء الشهداء مع الحفاظ على الخصوصيات والدلالات الثقافية الأصيلة في العالم الوطني رمزاً وبختام هذا الملف نتيل ختام النشر نتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء وزير الشؤون الخارجية والتعاون يؤكد في اجتماع لمجلس الجامعة العربية أن دعم القضية البلسطينية ومثل أحد ذوابت السياسة الخارجية الموريتانية المتحف الوطني تضين أشغال ندوة ثقافية حول أيام البيت الولاة في نورتشوف وتابعتم في منفل نشرها العالم الوطني عندما تكتبلوا الصورة ختاماً تحية مني ومباقي فريق العمل إلى اللقاء بإذن الله استفيدوا تلال هذا الويكيند من زيادة أنترنت خوشي بلوس لموريتاني زيادة مئة بالمئة على فاز أنترنت وجوال نت من الجمعة إلى الأحد منتصف الليل بتعبئتكم 500 أجياء استفيدوا من يومين من الانترنت وبتعبئتكم 1000 أجياء استفيدوا من أربعة أيام من الانترنت وبتعبئتكم 3000 أجياء استفيدوا من 15 يوم من الانترنت وأخيراً عند تعبئتكم 10 ألف أجياء خلال هذا الويكيند موريتال تمنحكم شهرين من الانترنت اللامحدود تخوشي بلوس موريتال عالم جديد بين يديك